خلال أعمال الدورة الرابعة للجنة الفنية المتخصصة تابعة للاتحاد الإفريقي حول الخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية التي انعقدت بالقاهرة بمشاركة المغرب تم بحث عدد من القضايا المرتبطة بالتنمية في إفريقيا بما في ذلك التغيرات المناخية والأمن الغذائي وسلاسل القيمة وتداعية جائحة كورونا وقد مثل المغرب في الاجتماع وفد ترأسته السيدة غيثام الزور الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وضم أيضا أطورا من وزارة إعداد التراب الوطني وتعمير والإسكان وسياسة المدينة وخلال هذا الاجتماع تمت مناقشة سبول وضع رؤية إفريقية لمواجهة هذه التحديات وتبادل الخبرات بين الدول الإفريقية والشركاء الدوليين لخدمة أهداف التنمية وكذا سبول فتح مجالات للشراكة بين المؤسسات التنموية داخل القارة وتضمن جدول الاجتماع كذلك تدارس بعض التحديات المشتركة بين المدن الإفريقية ومنها مواجهة النمو السكاني وتدبير المخلفات الصلبة والتغيرات المناخية وكيفية مواجهتها ومواجهة تداعيات فيروس كورونا وغيرها وشكل اللقاء أيضا فرصة لاستعراض بعض التجارب الناجحة في تدبير الحواضر وتفعيل أهداف أجندة التنمية